بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد فإننا في هذه الأوقات المباركة نستعد لاستقبال هذا الشهر الفضيل شهر رمضان نستعد والبشرى التي أعطانا إياها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تملأ القلوب وتعمر الوجدان فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في آخر ليلة من شعبان كان يبشر المؤمنين ويقول لهم أيها الناس قد أظلكم شهر كريم مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر شهر من تطوع فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه هو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة شهر يزاد فيه رزق المؤمن من فتر فيه صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا فنحن في هذه اللحظات المباركة وفي هذه الأوقات الكريمة التي نستقبل فيها هذا الشهر الفضيل ينبغي أن نستقبله والقلوب صافية والضمائر نظيفة ولا يكون ذلك إلا بالتخلص من الحقوق بالتخلص من الآثام بالتخلص من الزنوب أي لابد من التوبة فإن القرآن الكريم يقول لنا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فالله أمرنا بالتوبة والله يحب التوابين ويحب المتطهرين يحب أولئك الذين كلما أحدثوا ذنبا أحدثوا لهذا الذنب توبة حتى تصير هذه الصفة سجي لهم فيكونون كثير التوبة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فعلينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن نتوب إليه وأن نستغفره بندم على ما فات وإقلاع عن الذنب الحاصل في وقته ثم أن نعزم عزما أكيدا على أن لا نعود إلى الذنب أبدا وإن وقع منا الذنب بعد ذلك أو وقعت المعصية فعلينا أن نبادر إلى التوبة مرة أخرى فالله سبحانه وتعالى يقول لنا وسارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعل ذلك مباشرة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون هكذا نتوب إلى الله سبحانه وتعالى بندم وعزم على أن لا نعود وإن عدنا نرجع إلى التوبة مرة ثانية فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين ثم إن كان هذا الحق متعلقا بحقوق العباد من مظلمة أو أخذ مال بغير حق أو غير ذلك مما تعلق بحق العبد فلابد من إرجاع الحقوق إلى أصحابها ولابد من طلب السماحة وطلب البراءة من هذه الحقوق التي تعلقت برقابنا تجاه خلق الله سبحانه وتعالى وهذا كله يكون بما يقدر عليه الإنسان فيذهب إلى صاحب الحق ويستسمحه لأن الحقوق التي للعباد لا تسقط إلا بأحد أمرين إما بالأداء أو الإبراء إما أن أؤدي وأوفي الحق لأصحابه من سائر الحقوق ومن سائر الديون وإما أن يبرئني صاحب الحق عن حقه ويتنازل عنه ويسقط ذلك الحق فألقى الله سبحانه وتعالى وليس في عنقي مظلمة لأحد إذا كان الأمر كذلك فنحن قد عدنا إلى الله سبحانه وتعالى مقبلين على هذا الشهر الفضيل خير إقبال فنأخذ من رحماته ونتنسم هذه البركات والله سبحانه وتعالى يتقبل منها كل عام ومصر بخير قيادة متمثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كل عام وكل فرد من الشعب المصري بخير وعافية ومصر في تقدم وفي ازدهار كل عام والأمة الإسلامية والعربية بخير وعافية وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم